20 ألف عراقيا أو ما يقارب يقتنون مخيم الهول شرقية محافظة الحسكة هم في معظمهم من العائلات نساء وأطفال من بين 53 ألف شخص يقتنون المخيم الواقع ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وذلك وفقا لأرقام نشرتها شبكة رودا الكردية الحكومة العراقية أعلنت مؤخرا عن إعادة 2448 عائلة عراقية من المخيم وكشفت عن تأهيل ودمج 1940 عائلة منهم في سبع محافظات مستشار الشؤون الاستراتيجية في الأمن الوطني لوكالة الأنباء العراقية قال إن عوائل الهول تخضع لبرامج وإجراءات مستمرة على مدى 90 يوما ليعادوا بعدها إلى مدنهم وقراهم مبينا أن أكبر مشكلات العائلات هي نقص الوثائق ومشيرا إلى أن بغداد تدقق في أسمائهم قبل إجراءات جلبهم الجياش أضاف أن بلاده مستمرة بخطواتها نحو تحقيق الإعادة التامة لكل النازحين العراقيين سواء من تركيا أو من شمالي سوريا ممن جرفتهم الأحداث خارج جغرافيا بلادهم لافتا إلى تحقيق عودة نحو 9000 في 16 دفع هي خطوات تريد الإدارة الذاتية من بلدان أخرى اتباعها بعد أن بات عدد من مواطني دول أجنبية وعربية محاصرين في الهول وغيره على خلفية إنهاء تنظيم الدولة عام 2019 في حين تتوانى بعض بلدان هؤلاء عن تحمل مسؤوليتهم خوفا من أفكار متطرفة يعتقد أنهم يحملونها في حين يكمن هنا تساؤل أهم ألا يخلف الاحتجاز في مكان كهذا جيلا أشد عنفا وتحاملا على عالم تركهم وحدهم من دون هوية ووصائق أو أي ورقة تثبت من يكونون